تدور شكوك حول وجود ضغوط سياسية تمنع تقييم أداء وزارات معينة هل ترى أن ذلك مرتبط بملفات فساد؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك سيد الكريم وللجمهور المتابع الأمر الإيجابي الأول هو النداء من قبل الشعاب ومن قبل المثقفين بالمطالبة بالشفافية في الأداء العام وهذه خطوة متقدمة هذا الجانب الجانب الآخر الحكومة هي من تبنت الشفافية ومكافحة الفساد بعرض الأداء العام ومنجز الأداء العام للجمهور عادة هناك آليات يفترض أن نحن في ديسمبر يعني كانون الأول من العام الماضي أن نستمع إلى تقارير تقييم ولكن معلوماتي الدقيقة بأن هناك ملف مفتوح على الطاولة هي متابعة الموازنة العامة واي أول مرة نسمع بها تقييم الإداري ومراجعة الوظائف الإدارية هذه ثانيا حدثت بالإضافة ذلك هناك ملف مهم وخطير جدا وهو إعادة هيكلية المؤسسات بمعنى أن هناك نتائج للتقييم الإداري ولو غير معلن ولكن الحكومة قررت إعادة هيكلية المؤسسات هكذا نقرأ الإجراءات المتخذة من السلطة التنفيذية تبقى هنا إرادة السلطة التشريعية يعني كمجلس نواب مع الأسف يعني مجلس النواب يعني هناك تخلف في الأداء ومتأخرين في الأداء بتلبية متطلبات السلطة التنفيذية وجهات الرقابية في هذا الباب ناهيكم على أن غالبية الوظائف بصفة سياسية طيب يعني قراءة ما ستقوم به الحكومة ربما لا يكفي أن يطمن الشعب العراقي بأن هذه الحكومة تحاسب الوزارات والوزراء أيضا من المفترض أن حكومة السوداني كما وعدت هي قائمة على العمل بشكل شفاف وتقوم بكشف ما بذمتها هل يدرك السوداني خطر ذلك في حال تفوقت الضغوطات السياسية بهذا الموضوع؟ كلام سليم جدا حقيقي يعني الشفافية مطلوبة في الأداء والأخ السوداني هو من قال أعمل من أجل ترسيخ ثقة الجمهور وثقة الشعب بالنظام السياسي وهذا أمر جوهري مهم يتطلب تلبية متطلبات الشفافية في الأداء العام ولكن ليس كل ما يعرف يقال سيد المواقر لأن العملية تهم مؤسسات وتهم أفراد نحن نريد كشعب نريد إصلاح المؤسسات ليس لنا علاقة بالأفراد وفي حال وجود خلل من الأفراد يتم إحالتهم إلى الحساب القانوني والإداري في هذا الباب نريد إصلاح إداري شامل في المؤسسات العامة النقطة الثانية بأن الأخ رئيس الوزراء وشهادة به مجروحة حقيقة لم أمدح رئيسا يعني السبق لم أمدح رئيسا أبد ولكن هو خبير إداري لأن متسلسل بالوظيفة الإدارية وليس طارئا على المؤسسات العامة يعني من هو معاون المؤسس الزراعي لحدنا ولذلك يعرف مكان من القوة ومكان من الضعف نحتاج حقيقة يعني نحتاج إلى المزيد من الشفافية من أجل ترسيخ ثقة الجمهور وثقة الشعب بالأداء العام وعلى الجهات السياسية تلبية متطلبات السلطة التنفيذية من خلال تكليف الكفاءة والخبرة والنزع وتوفير البيئة التشريعية لدعم إجراءات الحكومة ترجمة نانسي قنقر